قد ولد لي الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فبهد الذي كفر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عاجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ حَالِمِينَ الرشد هو المعرفة والحكمة والعقل وحسن الإختيار بين الأشياء المتشابهة أو المشتبهة وهذا بلا شك لا يدركه إلا الإنسان إذا كبر وبدأ يعرف بواطن الأمور وظواهرها وبدأ يحسن الإختيار أن هذا نافع وهذا ضار وبعد أن يلسع من الحياة مرارا فيعرف الخطأ والصواب أما إبراهيم عليه السلام فألهمه الله تعالى منذ صغره الخطأ والصواب يقول الله جل وعلا عن اليتامة وابتلوا اليتامة يعني اختبروا اليتامة إذا توفي رجل تاجر وترك أولاده أيتاما فإنهم لا يعطون أموالهم مباشرة يعني ترك مثلا عشرة آلاف أو مئة ألف لا يؤتى إلى الولد اليتيم عمره عشر سنوات مثلا ويقال تفضل هذه المئة ألف هذا الإرث الذي أخذته من الذي ورثته من والدك هذا ربما عبث به أو احتال عليه أحد وأخذ ماله أو عبث به في شراء ما لا ينفعه ولذلك يكون عليه ولي لهذا المال يحفظ له هذا المال أو ينميه حتى إذا كبر هذا الصبي وأصبح عاقلا مدركا حكيما قال له تفضل هذه أموالك التي ورثتها عن أبيك فقال الله تعالى عن هؤلاء الأيتام وابتلوا اليتامة اختبروهم يعني عندما يبدأ يكبر لا تعطيه المئة ألف كلها وإنما قل له يا فلان خذ هذه مثلا عشرة دراهم أو هذه عشرون أو هذه مئة درهم فاذهب واشتري كذا واحرص على أن يكون النوع جيدا وافعل اختبره كذا مرة في البيع والشراء فإن وجدته يعرف كيف يتصرف في الأموال فأعطيها له وابتلوا اليتامة قال الله فإن آنستم منهم رشداء آنستم يعني رأيتم وشعرتم فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح يعني إذا كبروا وبلغوا فإن آنستم منهم رشداء إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا تعدهم مثلا خمس عشرة سنة فآنستم شعرتم وأحسستم ورأيتم منهم رشداء يعني عقلا وحكمة وقدرة فادفعوا إليهم أمواله قل تعالى اتفضل هذه أموالك ففي الغالب أن الإنسان لا يكون راشدا رشدا تاما إلا إذا يعني بلغ الحلم إذا بلغوا النكاحة إذا بلغوا وأصبح قادرا على أن يتزوج وله غريزة يعني تستثيره للزواج فعندها أعطه أمواله أما إبراهيم عليه السلام فلها إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عنه وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ آتَيْنَاهُ رُشْدَهُ مُنْذُ وَنْ كَانَ صَغِيرًا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ الله تعالى يعلم الغيب ويعلم حال إبراهيم ومستقبله وعقله وقدراته وكنا به عالمين ولذلك إبراهيم في صغره حتى تعرف كيف أن الله جل وعلا آتاه ورشده وعقله في صغره قبل أن يوحى إليه بالنبوة كان أبوه آزر يصنع الأصنام ويعطيها أولاده ليبيعوها ويأتوه بالمال فكان الأولاد إخوة إبراهيم عليه السلام يذهبون ويبيعون هذه الأصنام ويأتون بالمال إلى أبيهم إلا إبراهيم فكان يطوف بهذه الأحجار التماثيل أحجار مصنوعها كذا منحوتا نحتا وتبع إلى هؤلاء الضلال ويعبدونها من دون الله فكان إبراهيم عليه السلام يطوف بهذه التماثيل ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه من يشتري ما يضره ولا ينفعه هذا من صغره ولذلك قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ والأنبياء جميعا آتاهم الله تعالى رشدا وعقلا ومميزات من صغرهم والذي يقرأ حياته سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرى أنه منذ صغره صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ما يفعله قومه عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى يهيئ أنبياءه كما قال الله تعالى عن الأنبياء وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اخترناهم وقال الله جل وعلا الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسولا كما اصطفى مثلا جبريل يكون رسولا بينه وبين الأنبياء الله يصطفي يختار من الملائكة رسولا ومن الناس يعني ويختار من الناس أيضا ولذلك مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون الكعبة قبل الإسلام لما تهدمت الكعبة وشارك عليه الصلاة والسلام ببنائها فكانوا يحملون الأحجار على أكتافهم فكانت الأحجار تؤثر في الكتف وتجرح الجلد وبعضهم ليس عليه رداء وكان لباسهم المعتاد هو الإزار والرداء كرباس الإحرام هذا لباسهم المعتاد والتاجر منهم هو الذي يجد عمامة وقميصا هذا تاجر كبير لكن المعتاد أن الفقير العادي لا يكون عنده إلا إزار فقط قطعة قماش يستر بها ما بين سرته إلى أسفل جسده فإن زاد ماله صار عنده رداء فإن زاد ماله صار عنده عمامه صار عنده قميص رداء هذا يعتبر يعني تاجرا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم وكانوا قد نزعوا أرديتهم وبعضهم ليس عليه رداء من شدة الحر يعني ويعملون بالإزار فقط فحتى لا يؤثر الحجارة في الكتف في الجلد وتجرحه أثناء حمل الحجارة كانوا يأخذون طرف الإزار ويضعونه على الكتف فتنكشف العورة وما يهمهم كشف العورة كانوا في الجاهلية يعني فيحملون الحجارة يكون القماش قماش الإزار بينها وبين الجلد فلا يجرحهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فتعب الجلد فقال له عمه اجعل إزار ارفع إزارك كما يفعل الناس يعني ارفع إزارك فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرفعه أغمي عليه حماه الله تعالى حتى لا لا يكشف ما يكشفه قريش فثم قام صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إزاره صار يعمل يعني كما كان يصنع من قبل وذلك أن الله تعالى يحمي أنبياءه منذ صغرهم ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقال الله تعالى اخترناهم على علم على العالمين وكل النابغين اليوم حتى العلماء إذا نظرت في سيارهم تجد أنهم في الغالب في صغرهم أقول في الغالب في صغرهم يختلفون عن بقية الناس يعني الإمام النووي مثلا كان يخرج إلى الطريق ويرى الصبيان يلعبون وهو ابن عشر سنين فإذا رأاهم يلعبون دعوه إلى أن يلعب معهم فكان يهرب منهم ويحاول أن يدخل المسجد ويجلس إلى العلماء يستمع إليهم وهو ابن عشر سنين وكان عمره اثنى عشرة اثنى عشرة سنة يحضر أكثر من عشرة دروس في اليوم فقال رجل بقال صاحب بقالة قال لأبيه لوالد النووي إن كبر ابنك هذا سيصبح إماما عالما فقال أبوه وما يدريك هل تعلم الغيب هل تعلم الغيب قال لا لا أعلم الغيب لكن حاله يدل على ذلك الذي يراه يذهب إلى الكتاب ويجلس ويستمع ثم يذهب إلى الدرس هذا هذا ولد غير عادي ويكبر الإمام النووي ويصبح كتاب رياض الصالحين من تأليفها الذي نقرأه اليوم في المساجد يصبح شرح صحيح مسلم من تأليفه يصبح كتاب المجموع في الفقه من تأليفه إلى غير ذلك من الكتب والعلم كله من هذا الرجل ولذلك إذا أوتي الإنسان رشده من قبل أو صار له أب أيضا حريص عليه بلا شك أن هذا يكون مؤثرا عليه في حياته أسأل الله أن يؤتينا جميع رشدنا وأن يحمينا من كل سوء وأن يسبغ علينا نعمته ظاهرة وباطنة وأن يرزقنا القبول في الأرض والمحبة في السماء صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله قد ولد لي الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فبهد الذي كفر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين